موسيقى 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 ونحطوا هذه العديوة بشيكوا إن شاء الله بعد غضل هالفنين سرعي في الجيل إن شاء الله على الساعة السلسة نكونوا في نهاية إن شاء الله وانت حكيت على المباراة اليوم ضد المنتخب الغيني هتنارجو شوي المباراة بوراندي للبارح بحسب سكور نشوفه للمنتخب ملقاش صعوبات كبيرة 48-27 وهذا كله تحذير للي جاي في الدور النسف النهايئي والنهاي إن شاء الله والله كما قلت لك المرحلة لكل برحة حقيقة معناتا مقابلة المنتخب الليبي ولا المنتخب الكيني ولا المنتخب البوراندي والمنتخب المغي متحكم عدا كان المستوى بعيد شوي بقماردين بتاعنا مواقعوش لعب كديد وان شاء الله باركيم اليوم نوريوا اللعبة بتاعنا صحيح وننعبوا على إمكاني اتبعتوا المنتخب الغيني في المباراة اللي يتعديه وخاصة المباراة البارح؟ أكيد أكيد تبع المقابلات لكل طوفا مش حاجة تتخبط هو وخوري شئير تفهم قاعدين عنا في كامل قاعد يتبع في الكل كبير وزيرة على المنتخبات الكل لون كل شيء ولا واضحنا من التعليق ونتبع فيه كبير وزيرنا إن شاء الله اليوم نتبقوا وإن شاء الله اليوم نكون نوريكيزي متاعنا أكثر وإن شاء الله بيحاول الله نوعد الجماعي وإن شاء الله نكونوا في الفينال ضد المنتخب المصري هذا المتوقع ويكون اللقب توسي عليه وإن شاء الله إن شاء الله يكون اللقب توسي على دي ملا في بلادنا قدام جمهورنا إن شاء الله نتقدموا كما قلت كل مربوط بالمردود إن شاء الله قدوا المردود بيه والمردود البدئ إن شاء الله بيحاول الله يخالينا باش نخليه وبطل فينا في دوما إن شاء الله يعطيك الساحة سي محمد علي بوغزيل ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله تكون ضيفنا وانتي متوج باللقاب هنا في الاذاعة الوطني مشكور جدا نذكر في بقية مباراة الربع نهائي البارح المنتخب بالمغرب يتأهل ضد الجزائر بعد الفوز 25-20 منتخب غينيا البشنال عبو ظده اليوم كان ربح المنتخب الليبي 34-22 والمنتخب المصري يتأهل بعد الفوز على كينيا 55-14 اليوم في النصف النهائي اذن ماضي ساعتين مصر مع المغرب والستة تونس امام غينيا والدعوة لجمهور قاعة تلا مهدية بشكون حاضرة ويشجع المنتخب التونسي من اجل التوجد في الفنال الى كرة تلا قدم الهيئة المكلفة بتسير الجامعة تونسية لاصلة الاتحاد الافريقي للتظالم بشأن التجاوزات لتعرض لها الاتحاد المونستيري في لقاءه بمولدية الجزائر لحسابها بدورة تمهيدة ثانية من كأس رابط الابطال الافريقية المراسل الضمنة شرح مفصل لاحداث العنف لرافقة المباراة والاعتداءات وارفقتها بفيديوهات توثق كل الاحداث ايضا الاتحاد المونستيري اعلن البرح تعرض الحارس احمد اسليمان لكسر في اليد ثلاث الاعتداء عليه بين الشوتين من طرف مسئولي واحبا ملديت العاصمة والاصابة بشتخاليها يغيب المدات ستة اسابيع الجولة الثانية من بطولة الرابط المحترف الولى لكرة القدم تتواصل في وسط الاسبوع الحالي غدوة الاربعة ماضي ثلاثة ونصف في ملعب قربة مباراة مستقبل اسليمان وطراجي التحكيم لهيثم الترابلسي وفي ملعب الطايم المهيري مباراة النيديس فيكس اتحاد بن جردان وصفر اشرف الحركات نهر الاخميس ماضي ثلاثة ونصف في ملعب باردو دون حضور جمهور الملعب الطوسي نجم المتلوي وفي ملعب بن جنات مع الستة دربة ساحل بين الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي الجولة الثالثة وقع فيها تعديل اول يهم مباراة اتحاد بن جردان والولمبي الباجي ليصبحت بالحد هذا ما يخلينا نشوفه ثلاثة مباراة نهر السابت ماضي ثلاثة شبيب العمراء النيديس فيكس النيدي البنزارتي مع مستقبل اسليمان وقواف القفصة مع النيدي الافريقي ثم الابقي ينهر لحد كما قلنا اتحاد بن جردان والولمبي الباجي التراجي الجرجيسي مع نجم المتلوي مستقبل جابس مع الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي مع اتحاد تطوين والمباراة الاخيرة تتلعب الخمسة ونصف في ملعب رادس بين التراجي والمرعب التونسي الإدارة الوطنية للتحكيمة اتخذت قرار بتجميد نشاط الحكامة المساعد صديق اللاموشي بعد عدم اعلان على مخارفة التسلب في الزوز اهداف اللي سجل من النيدي الفريقي امام شبيبه طل عمران في الجولة الثانية من البطولة النجم الساحلي نجح في تأهيل اربع ملاعبية من المنتد بين الجددوري بشكون على ظمة المدرب حمد الدو في لقاء الاتحاد المنستيري نهر الخميس الرباعي متكون من كل من فادي بن شوق في راس شوات وليد القروي ونسيم هنيد قبلها ما ايضا كان تم تأهيل محمد كونتي شريف كاميرا سيدريك كبو ونزار الاسميشي وسيم الشيحي ويبقى المدافع لايسر حسيم دكدوغ في انتظار وصول البطاقة الدولية لتأهيله رسميا على غرام المدافع التونسي لنادي شختار الاوكراني شارك البرح لأول مرة في مباراة رسمية مع فريقه ودخل في دقيقة 79 في مواجهة نادي اوبولون في اطار الجولة السابعة شختار كان انتصر الاربع سفر ويحتل حاليا المركز الرابع بي 12 نقطة المهاجمة اللاسابق للتراجي محمد علي بن حمودة تفق رسميا مع نادي غزل المحل المصري لمضاع عقد بثلاثة سنوات مقابل 150 الف دينار يتحصل عليها التراجي والامضاع في الساعات القادمة نادي خليج سر تليبي ينتدب ثناء تونسي محرز بالراجح وبشير الرجيبي في صفقة انتقال حر بعد نهاية الدورة التمهيد الثاني للمسابقة القرية للاندية هذه الفراق المتأهل قبل القرعة المجموعات نهار 7 اكتوبر بالنسبة لرابط الأبطال في المستوى الأول نرقاو نترجي الأهلي المصري سانداون زل جنوب افريقي والتيبية مازينبيا الكونغولي في المستوى الثاني الرجاء المغربي شباب الوزداد الجزائري بيراميد زل المصري وينغ أفريكان زل التنزاني في المستوى الثالث الهلال السوداني أورلاندو بايرتز الجنوب افريقي ساقرادا اسبرانس الانغولي والجيش الملكي المغربي في المستوى الرابع ومديتها الجزائر جولي بالمالي ستادة بجون ليفواري ومانيما يونيونيونيو بالنسبة لكأس الكونفدرالي الافريقي المستوى الأول في الزمينة كالمصري نهضة بركان المغرب سينبا التنزاني واتحاد العصم الجزيري المستوى الثاني في هندي سفيقسي أسيك ميموزا ليفواري الملعب المالي والمصري البورسعيدي في المستوى الثالث والرابع نلقاو كل من جراف السينيغالي نينبل نيجيري لواندسولا الانجولي نادي الاقسانتيني الجزيري أورابا يونيتد البوتسواني أونز برافوس الأنجولي ستيليم بوش الجنوب أفريقي وبلاك بولز الموزنبيقي كرة السالة البرح كان افتتم الجولة الافتتاحية لبطولة البرو أو لعرفة فوز النادي الأفريقي على نجم حلق الواد 107 مقابل 44 قبل أن نذكر كانت شابيب القيروان ربحة نادي كرة السلب المهدية 103 مقابل 56 اتحاد لنصار ربح النجم الرالسي 161 شابيب تلا منازه كانت خسرت امام الاتحاد المنستيري 89 61 والنجم السيحلي ربحة دالي رياضية بجرومبالي 79 54 الربط الوطني لكرة اليد أعلن التعيين المقابلات لمؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة النخبة غدوة الربعة مع الربعة العشرية نصرة بولبة مع بعث ابني خيار جمعية الحمامات مع مكيرم المهدية ونادي كرة اليد بجمال مع النجم السيحلي في التصنيف العالمي للعبات لا تنسى الصادر الابرح لعبتنا التونسي أونس جيبر حتى للمركز 21 عالميا وتتقدم بمرطبة وحيدة الصدارة تبقى للمركز الثاني للبلاروسية أرينا سابلينكا والثالثة الأمريكية جيسيكا بيجولا كأس خادم الحرمين الشريفين البرح في الدولة 32 الأهلي ينسحب مما الجندل الناشط في الدرجة الثانية بعد الهزيمة 2-1 هدف الفوز كان بأقدام التونسي سينا العامري من ضربة جزال لفريق الجندل الاتفاق كان ربح العدالة 2-0 رطائي يربح الخليج 5-2 الحزم يخسر مما الناصر 2-1 والفايحا يربح الباطن 4-0 اليوم الأربعة وسبع البكرية ضد الهيلال أيضا الخمسة يربع الجبلين مع الفتح السبع الاتحاد مع العين والخلود مع الشباب أوروبيا البارح من الجولة السادسة في الليجة الإسبانية ريال بيتيس كان اخسر مما ريال مايوركا 2-1 اليوم الستة سي في مع فالادوليد فالانسة مما ساسونا وثمانية مباراة ريال مادريد أمام دي بورتيفو على فاسا هاكا نكون وصلنا لختم أخبر رياضة جمال تحيات شهيركا في نهار كمزين